اشتركوا في القناة الى نظري الكامروني بول بيا هذا نصها السيد الرئيس اخي الغالي باسم الشعب الشادي وحكومتي وباسم الخاصة لاشرف بان اتقدم لسيادتكم باحرة التهاني بمناسبة العيد الوطني لبلدكم الذي يوافق لعشرين من مايو الفين وثمانية عشر كما انتهز هذه السانحة بان اشيد بالعلاقات المتميزة بين بلدين وشعبين الشقيقين متمنيا لكم ولأسرتكم مزيد من الصحة والعافي ادريس ديبي اتنو رئيس جمهورية الشاتر رئيس الدولة رئيس الحكومة برقية اعزاء من فخامة رئيس الجمهورية ادريس ديبي اتنو الى نظير الكوبي هذا نصها اخي الرئيس لقد تلقيت بحزن عميق نابع تحطم الخطوط الداخلية الذي وقع اليوم الجمعة 18 مايو 2018 بهافانا والذي اودى بحياة المئات من المواطنين الكوبيين وبهذه المناسبة الاليمة اتقدم لسيادتكم وللشعب الكوبي باسم الشعب الشادي وحكومته وباسم الخاص بخالص تعزين الحر وتقبل اخي الرئيس خالص التقدير ادريس ديبي اتنو رئيس جمهورية الشاتر رئيس الدولة رئيس الحكومة التقى فخامة رئيس الجمهورية ادريس ديبي اتنو مساء امس برؤساء احزاب الاغلبية الرئاسية وقد تمحور اللقاء حول التقديم القائمة التي تضم ممثلة تحالف الاغلبية الرئاسية في مكتب الاطار الوطني للحوار السياسي الذي من المفترض ان يكون يوم الاثنين القادم رشاد حسنطة التقى فخامة رئيس الجمهورية إدريزي بيتنو مع مجموعة الأحزاب السياسية المتحالفة مع هزب الحركة الوطنية للإنقاذ وباعتباره حامي التحالف والمسيرة الديمقراطية قال فخامة رئيس الجمهورية إدريزي بيتنو إن اللقاء الأخير الذي جمعكم بالمعارضة قد أظهر عدم رضاكم بقائمة المقدمة وأوضح لي حقيقة العملية الديمقراطية مشيرا في الوقت نفسه بأن الإطار الوطني للحوار السياسي له دور مهم في تسير العملية الانتخابية باعتباره جهاز أساسي لتنظيم السياسة الوطنية بالبلاد وعلى الرغم من الخلافات الموجودة والتباين الآراء إلا أنني مقتنع تماما بما تقومون به من دور في اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب وذلك بهدف المشاركة في الإطار الوطني للحوار السياسي بترشيح شخصيات جديرة بتمثيلنا والدفاع عن مصالح التحالف وأنا على قناعة تامة بأن كل واحد منكم يستطيع تمثيلنا وسمح اللقاء لفخامة رئيس الجمهورية إدريزي بيتنو تقديم رسالة الوحدة والتضامن وتفعيل التعايش السلمي لأن بلادنا شات تحتاج منا بزل الكثير وخلال اللقاء تداخل عدد من الرؤساء والأمناء العامون للأحزاب السياسية مدين عن رأيهم في القوائم التي قدمت لفخامته إلا أنهم أخيرا قد اتفقوا وعتمدوا القائمة المكونة من 15 عضوا التي ستمثل الأحزاب السياسية المتحالفة بمكتب الإطار الوطني للحوار السياسي وانتهى اللقاء في جو من الرضا والقبول والتصفيق لحضور الاجتماع الشامل المزمع عقده يوم الاثنين المقبل لهذا الغرط كما التقى مساء أمس فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو مع ممثلاء النقابات العمالية بالبلاد وذلك مواصلة للمفاوضات بين الحكومة والنقابات من أجل إيجاد الحلول لجميع المشاكل الاجتماعية التي تواجه عمال الدولة عثمان عبدالغان إدريس ما زالت تتواصل المشاورات والاجتماعات بين تجمع النقابات العمالية في جاد وفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو رئيس الحكومة بصفته الضامن لهذه المفاوضات التي استمرت طويلا نسبة لزروف المعاشية الصعبة التي تواجه العمال منذ الآم 2015 وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي مرت بها وما زالت تعيشها البلاد وهناك نقص في الرواتب الشهرية وقطع العلوات الآمى مما جعل حياة العمال في القطاع الآمى الخاص مأساوي والذي تطلب التدخل والحل السري من قبل الحكومة وفي ذات الشان التقى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو رئيس الحكومة مع نقبة العمال التشاديين من أجل المباحثات والتشاوة لحل القضايا والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العمال وكذا تطرق إلى الأدتنا الملفات المتألقة بمواسطة الدراسة بكل انتظام في جميع الأراضي الوطنية الشادية الأمين العام الكونفدرالي الحرة للعمال التشاديين إبراهيم بن سعيد يصرح للصحفة أقب خروجه من المقابلة الرئيس قال إقول لا ناس كتير ما غي يقول إقول زيين أقدر الهلال الأخرين وأخاص لنصنيات كتير منهم أفكتوقوا ما غي يمشوا في البيت وما غي يقولو طبعا عندنا نفسها نفسها تدرسنا وشيفنا غونا سهيء الخدمة ذاتا ونسا الخدمين بدتée يخدمون دا يمكن إصريرين في مئة غي يخدمون وفي المدارس كلها اليوم مدارس ده قلنا ننسوه صباح و الاشية ده قلنا الرئيس المدارس ده قلاسه استعرانا disabilities الا مثلنا في نامينة وقال لنا criticizing إنимости сер определين لكنها ليست في جيت كلها يعني ف استعرانا adult femmes قلنا كن أو منذ هلال الكُبار بنا ما لن تقل إنه عاصية الده لا بгорنا لكن في هلال اخرين ده الجزء لي رغمก الى ہلال يكفي عند ده اناس كلها وفيما يخص الموضوع الذي ركز عليه فخامة رئيس الجمهورية أثناء خطاب الأول خلال إعلانه للجمهوري الرابيع والذي قال بأنه يجب زيادة ساعة الأمل في القطاع الآم الخاص إبراهيم بن سعيد قائلا رغم ترهيب تجمع نقابات أمال شاد بقرار رئيس الجمهورية إلا أن النقابات تطالب بدفع العلاوات والمستهقات الأخرى وكذلك دفع الرواتب الشهرية في الوقت المحدد وتكون كاملة كما كانت سابقا قبل اتخاذ القرارات التقشفية الرئيس قلنا لولا ديكري سيسان كاتر فيان سيد دا يقتال قروش دا ويقتال شغل تكيرا وإنك اللي قلنا خلاص شغل تكيرا شغل تكيرا لخدمين التعب ورئيس قلنا سيئا لأنه قلنا عرف التعبانين لكن حسا حاليا كده السهي ينكولموكم الغش ما فيه ما نقشوكم ولا كده السهي حاليا كده قروش كمين دينا من كاتر يبقنا عدالة سيندكاته عشان يدوره كي كيف نخدمه موصاوه ونكلم الحقيقة ونكلمه السهي السيدة كشعر ان كل ما احسن كده وقلنا لله اساسا يقول لهم بس نقول لخدامين دا قروش دا تقطو قطو طو وكده نردو لغنر انه قلنا نمشو نشوف انت كل حاول يشيف ما ناسك حاول يشيف ما قروش دا ممكن حاولك ان ترغل الحالة لله نشوف قلنا نمشو انت كل فكروا انه قلنا فكروا انه قلنا فكروا لكن حاسا حاليا كده قروش دا غالي قروش ما فيه حيث اكد فقامت رئيس الجمهورية ادريس دي بيتنو للنقابة بان الحكومة تعمل حاليا على وضع حلول نهائية لهذه المشاكل الاقتصادية والاجتماعية علما بان المفاوضات بين فقامت رئيس الجمهورية ادريس دي بيتنو ونقابة عمال شات لم تنتهي بعد بشأن حل الازمة فهناك لقائد معهما يوم الجمعة المقبلة لمواصلة المفاوضات قام اليوم وزير ادارة الاراضي والحكم المحلي والامن العام احمد محمد باشير بتنصيب الحاكم الجديد لاقليم اندي غرب كدلا يونس حميدي الذي خلف العميد كيربجوم مدار جاكوب وفي ذات السياق قام الامن العام لوزارة ادارة الاراضي والامن العام بتنصيب الحاكم الجديد لاقليم اندي شرق تجن ادبي خلفا للسيد حسن جيروبو تفاصيل اوفا في نشرتنا اللاحقة ختمت وزيرة الانتاج والري والمعدات الزراعية لدي بياسندا ختمت فعاليات الورش التي نظمتها الوزارة بمركز التدريب بدرداء لصالح الفنين الزراعيين كما اطلقت الحملة الزراعية للعام 2018-2019 محمد السليك وقراءة الحسين النور بعد سلاسة ايام من التشاور والتفاكري من اجل ايجاد حلول للعوضاء الزراعية وعداد خطة لتحسين الانتاج الزراعي خرج المشاركون من هذه الورشة بتوصيات عدة تمثلت في المطالبة بتوفير المعدات اللازمة ومعرفة نقاط الضعف في الموسم الماضي لتكون نقطة انطلاق في الموسم الجديد وقد دعت وزيرة الانتاج والري والمعدات الزراعية بتطبيق التوصيات ومتطلبات الورشة المنتهية من عجل انجاه هذا الموسم كما وعدت الوزيرة بوضع خطط واستراتيجيات على مستوى الوزارة لتحسين الانتاج الزراعي لهذا العام وخلال اطلاقها لهذه الحملة ركزت الوزيرة على ضرورة الالتزام بهذه التوصيات والعمل معا من اجل تنمية القطاع الزراعي بالبلات هذا كما تقدمت الوزيرة بتوزيع كمية من السماد الصناعي وجرارتين زراعيتين الى افراد مجموعة من المنتجين الزراعيين وبهذا فقد اطلقت رسميا الحملة الزراعية لموسم 2018-2019 لكم هذا البلاغ الصحفي عزيز محمد صالح وزير الصحة العامة برفقة وفد فني رفيع المستوى يتواجدون منذ ظهر اليوم بالعاصمة السويسرية الجنف وذلك للمشاركة في عمال القمة 71 لمنظمة الصحة العالمية الذي سينعقده في الفترة من عشرين وحتى السادس العشرين من مايو عام 2018 توقي الملحق الاعلامي بوزارة الصحة العامة ناجي التل شهد اليوم منذوب الحكومة لدى بلدية مدينة انجمينة دقوي عقوبة عمال المسابقة التي نظمت للمعلمين المتطوعين كان ذلك بالمعهد العالي لعادات المعلمين إن التعليم أمر ضروري بمختلف أقسامه التربوية الأمر الذي دعا إلى تنظيم هذه المسابقة من قبل وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة بالمعهد العالي لإعداد المعلمين وذلك بهدف إعداد هؤلاء المشاركين المتطوعين في العملية التربوية في شتى مدارس العاصمة انجمينة منذوب الحكومة لدى بلدية انجمينة دقوي عقوبة قال في كلمته الافتتاحية لهذه البادرة التربوية والتي أكد فيها الانطلاقة الرسمية لأعمالها قال إن البلاد بحاجة ماسة لمسل هؤلاء المتطوعين وأوصاهم ببزل الجهود من أجل تزديد ما تحتاجه البلاد في مجال التعليم الأساسي منذوب وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة بالعاصمة انجمينها قد أشار إلى أهم ما تهدف إليه هذه المناسبة وأضهف هذا ويشار إلى أن المشاركين في هذه المسابقة بالمعهد العالي لإعداد المعلمين هم المعلمين المتطوعين ويبلغ عددهم 1300 متطوع من بينهم 200 في القسم العربي قدمت مسائم سفارة المملكة العربية السعودية بالبلاد عبر مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قدمت مساعدات للاجئين أو للاجئي إفريقيا الوسطى بمخيم قوي المناسبة كانت بحضور القائم بعمل السفارة سعدة طراث بن خلف الاعتابي تقرير عز الدين نصر الأم المملكة العربية السعودية ممثلة في سفاراتها لدى البلاد وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان لا تألو جهدا في تقديم العون والعطاء للشعب الشادي لا سيما الشريحة الضعيفة من المجتمع فمن خلال مشروع خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين الذي أطلقته سفارة المملكة العربية السعودية من مخيم لاجئي جمهورية أفريقيا الوسطى بقوي هؤلاء اللاجئين الذين هم بحاجة ماسة إلى مثل هذه العطاءات التي تمنحها السعودية فمشروع خادم الحرمين الشريفين الذي سيطال المراكز الاجتماعية ونقاط المحتاجين على مستوى العاصمة والأقاليم ممتد بحسب القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى جات سعادة طراب من خلف العتيبي طيلة الأيام الثلاثين من شهر رمضان المبارك سفارة المملكة العربية السعودية بتوجيه من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز واسموه ولي العهد الأمين حفظهم الله مشروع إفطار صائم على مدى ثلاثين يوم من شهر رمضان المبارك تبدأ اليوم بإذن الله في مخيم اللاجئين في قوي وستستمر في مناطق أخرى عن جميع العاصمة تم توفير أكثر من 1200 سلة غذائية لعدد أكثر من 1200 أسرة بإذن الله تعالى على مدى شهر رمضان المبارك اللاجئين المستفيدين من هذا العطاء أعربوا عن فائق تقديرهم لما تقوم به سفارة المملكة العربية السعودية بشات المملكة فكرت ووجهت لنا الإفطار في المخيم فنقدم الشكر باسمي وباسم كل الإخوة الموجودين في مخيم اللاجئين لسفارة المملكة العربية السعودية وبحسن القائم بأعمال سفارة المملكة فإن هناك مساعدات أخرى مكونة من احتياجات متنوعة بمستلزمات الشهر الكريم ستصل قريبا وتوزع إلى محتاجيها أين موجدوا في إطار أنشطتها الرمضانية قامت مؤسسة القلب الكبير بتوزيع مواد قذائية لأكثر من ثلاثة ألف شخص من الشرائح الضعيفة بإقليم البطحة وقد تمت هذه العملية بالتعاون مع جمعية النفير تقرير محمد طهر جبرين الحر نحو ثلاثة آلاف من الضعفاء ومحدود الدخل تسلم كل واحد منهم جوال دقيق جوال سكر لترين من الزيت وكيس تمر إنها مكرمة رمضانية من فاعلة خير سعودية بواسطة مؤسسة القلب الكبير وجمعية النفير عملية التوزيع التي أشرفت عليها ممثلة مؤسسة القلب الكبير بالبطحة سعاد إبراهيم تمت بانسيابية ودقة وأوضح مسؤول جمعية النفير داود محمد صالح أن جمعيته تعاونية تسعى لجلب أهل الخير لكي يأتوا يقدموا المؤنى للمحتاجين بالبلاد ممثلة مؤسسة القلب الكبير بالبطحة سعاد إبراهيم عبرت عن سعادتها برسم البسمة على وجوه هؤلاء الضعفاء في هذا الشهر شهر التعاون والعطاء ومن الواضح أن البهجة كانت الموقف السائد في هذا المشهد الذي عبر جليا عن مبدأ التعاون الذي هو شعار رفعته مؤسسة القلب الكبير منذ تأسيسها من قبل السيدة الأولى هنددابي إتنو وفي سياق متصل قدمت النائبة البرلمانية ورئيسة المجموعة الإفريقية للنساء البرلمانيات المسلمات بمنظمة التعاون الإسلامي منصور حامد نوري قدمت مساعدات مكونة من مواد قذائية لعدد من الجمعيات النسائية بمناسبة شهر رمضان المبارك قدمت النائبة البرلمانية منصور حامد نوري رئيسة المجموعة الإفريقية للنساء البرلمانيات المسلمات الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بالتعاون والتنسيق مع السفارة الإماراتية بالبلاد مؤن غذائية لعشرات من الجمعيات النسائية والشرائح الضعيفة وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأيتام وبعض من دور الرعاية الاستماعية ومن أبرز الجمعيات المستفدة مجموعة الشمس والشجاعة والنساء المكافحات وجمعية تنمية الدار نوارما رئيسة المجموعة الإفريقية للنساء البرلمانيات منصور حامد نوري ثمنت جهود السفارة الإماراتية العربية المتحدة وعلى رأسها سعادة السفير علي الشامس على هذه البادرة الطيبة كما أن الأنشطة الرمضانية لرئيسة المجموعة الإفريقية للنساء البرلمانيات المسلمات تستمر لتشمل إقامة ثلاث ندوات علمية ومحاضرات دينية مصاحبة لإخطارات جماعية لصالح عدد من الجمعيات المدنية والنسائية بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى التي ستقوم بتنفيذها خلال هذا الشهر الكريم وكل هذا سيتم بالتعاون والتنسيق مع سفارة الإمارات العربية المتحدة لدى البلاد وفي السياق منفصل أعلن اليوم رئيس تجمع أبناء تشاد للجمعيات المدنية من أجل البناء والتنمية فايصل حسين حسين بكر على الإنطلاق الرسمية لأنشطة التجمع الرمضانية جاء ذلك في البيان الصحفي الذي قدمه اليوم نستمع إلى جزء من هذا البيان في ميكروفون الزميلة الفتحية يوسف انطلاقا من دور جمعيات المجتمع النمدنة الكادي في خدمة الغضايا الوطنية ودعم سياسة الدولة في مجال الخدمات الإنسانية ومحاربة الفغر والجوع في تشاد لقد أطلق تجمع أبناء تشاد مبادرة بنك الطعام الكادي كأكبر مبادرة إنسانية لدعم الشرائحة الضعيفة إن مبادرة بنك الطعام الكادي منذ انطلاق نشاطاتها العام المنصرم ظلت دائما بجانب الشرائحة الضعيفة عبر تقديم المؤنى القزائية والخدمات الصحية ومشاركتهم في الحد عيد الأطحى المبارك إن بنك الطعام الكادي عبر هذه النقطة الصحفية يعلن عن انطلاق أنشتته الرمضانية لهذا العام عبر تقديم السلال الرمضانية إغامة إفطارات جماعية وإفطارات على الطريق وعليه يدعو بنك الطعام الكادي كل الشركاء لدعم أنشطته حتى يستطيع تحقيق هدافه الإنسانية المنشودة شهدت اليوم قاعة الاجتماعات ببلدية الدائرة الثانية فعاليات اللقاء التوعي والإخباري الذي نظمه تحالف منظمات المجتمع المدني للتنوير سكان الدائرة بمخرجات المنتدى الوطني الشامل اللقاء كان بحضور عمدة الدائرة الثانية فتح دوغا ومناسق التحالف مبارك إبراهيب حسن جد عمر بلدية الدائرة الثانية لمدينة أنجمينة كانت هي المعطة الثانية للحملة التوعي والإخبارية التي ينظمها تحالف منظمات المجتمع المدني من أجل دعم مكتسبات المنتدى الوطني الشامل الذي يعرف اختصارا بالكوزافوني حيث نظم حنالك لقاء التوعي ضم جميع ممثلي شرائه المجتمع من رؤساء الحارات والمربعات وممثلي الجمعيات المدنية والتجمعات النسائية بالدائرة أهزا وقد تمحورت الرسالة التي جاء بها وفد التحالف حول المنتدى الوطني الشامل ومخرجاته وكذا تنوير سكان البلدية بمفهوم الجمهورية الرابعة جاءت الفكرة لتحسيس كوزافوني لدعم برامج الجمهورية الرابعة من أجل خلق تشهد جديدة آمنة ومستقرة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا والبرامج السياسية لفقامة رئيس الجمهورية لخلق المجتمع التشهد السعيد عن طريق تغيير الأفكار السيئة التي تعيض تقدم المجتمع باسمه وباسم جميع الإداريين والعمال وسكان الدائرة الثانية شكر عمدة البلدية فتح دق أعضاء التحالف على هذه الحملة التوعية والإخبارية كما تطرق هو الآخر إلى بعض مخرجات المنتدى مشيرا إلى أن التغيرات التي حدثت في شكل الدولة وهيكل مؤسساتها الكبرى إلى جانب الإصلاحين القضائي والبرلماني لهو رغبة الشعب الشادي والدليل على ذلك مشاركته الفاعلة في هذا الحدث التاريخي الحملة التوعية التي يقودها سلطان باقرمي بنك أجي ولي محمد حول مخرجات المنتدى الوطن الشامل وصلت هذه الحملة إلى منطقة موغو الحسين النور رغم الصعوبات ووعورة الطرق عزم سلطان باقرمي بنك أجي ولي محمد أن يواصل جولته التوعية بمختلف القرى والمقاطعات بإقليم الشاري باقرمي حيث وصل هذه المرة إلى مقاطعة موغو ويهدف السلطان من خلال هذه الجولة إلى هس المسؤولين التقليدين بدرورة تحمل المسؤولية تماشيا مع السياسة الحالية للجمهوري الرابعة كما أكد السلطان خلال حديثه بأن الشباب لهم إسحام فعال في المجتمع الرفي لذا دع الشيوقة التقليدين من عجل إتاحة لهم الفرص في هذا الجانب الرئيس قال شنو قال هو دور شباب الاندوم فكر الاندوم خبرى واندوم وطني دع الرئيس بدورة شباب ميشيل لأن نورو أكون شباب هنا شاري باقرمي ما قصروا في سياسة نرئيس الجمهورية الجولة التي يقوم بها السلطان بن آجي ولي محمد ستشمل جميع القرى والمقاطعات بالإقليم وأنه سيلتقي فيها جميع الشيوقة التقليدين من عجل توضيه لهم المحامة التي كلفوا بها في السياسة الحالية للجمهوري الرابعة داشتنا اليوم المندوب الصحي لمدينة أنجمينة المركز الصحي بهاين جونبا بالتنصيق مع وزارة الصحة العامة مناسبة شهدت مداخلات عدة منها كلمة رئيس اللجنة المنظمة الذي شكر فيها الهضور على تلبيتهم الدعوة مذكرا بأن هذا المركز الصحي يشغل فيه سلسين عاملا وستة طباء وممرضين المندوب الصحي بأنجمينة فوكسيا إيلي قال إن الحكومة تتعهد بتوفير المستلزمات الضرورية للمركز من حيث المؤدات والإمكانيات ألمين العام لبلدية الدائرة التاسعة قدم شقعه للكنيسة على هذه البادرة الإنسانية التي قابت بها في الوقت الذي يحتاجها سكان الدائرة وطلب من مسؤولية المركز العمل والحفاظ والرعاية الكاملة لهذا المركز لأجل الحصول على الخدمات العلاجية للشكل المطلوب ونشير إلى أن هذا المركز بني بتكلفة مالية قجرت بحوالي 13 مليون ومئة ألف فرنكا سفا قام حاكم إقليم سلا رمضان إردبو برفقة المسؤولين الإداريين والعسكريين قاموا بزيارة لمدينة أدى الحدودية وذلك بهدف الوقوف على الأوضاع الأمنية هناك أرجون محمد أحف إن الزيارة التي قام بها حاكم إقليم سلا رمضان إردبو إلى مدينة أدى تحدث إلى الاطلاء عن الأوضاع الأمنية كما أنه حمل رسالة إلى قوات الأمن والدفاع بالمنطقة وهي رسالة صارمة ما فادها الجدية في العمل وتحمل المسؤوليات من أجل أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وفرض حيبة الدولة بالإضافة إلى بسط المحنية وتبني روح المسؤولية وانتحز حاكم إقليم سلا رمضان إردبو هذه الثانية لشرح أهم البنود التي نصت عليها اتفاقية أمن الحدود التي أبرمت بين الحكومة الشادية والسودانية في شحر مارس المنصر بمدينة الجنينة غرب السودان المتاقمة للحدود الشادية بحضور زعيمي البلدين إدريس ديبي إتنو وعمر حسن أحمد البشير كما طلب من السلطات المحلية والمواطنين بتقديم المساعدة لقوات الأمن والدفاع حتى يتثنى لها القيام بمهامها ومن ناحية أخرى أكد بأن الجمحورية الرابعة التي تم ميلادها بمطلع هذا الشحر هي الحل الوحيد لتعزيز أسس الديمقراطية وقيام دولة الحقوق والقانون وذلك لتوطيد السلام والاستقرار من أجل تنفيذ مشاريع التنمية التي من المقرر أن تشحدها البلاد في ظل الجمحورية الرابعة نظم أبناء قبيلة الباقيرمي احتفالا كبيرا نظم أبناء القبيلة وذلك بهدف عرض المكتب الجديد لشباب باقيرمي الفلكلورية وقد ترأس فعاليات عرض المكتب نائب عمدة الدائرة السابعة وعدد من الشخصيات المرجعية في القبيلة إلى جانب ممثل سلطان باقيرمي بنك أجي محمد حيث شكل المكتب برئاسة حسين محمدي ليمان الذي قال إن هذه مسؤولية كبرى ألقيت على عاتقه وهي الحفاظ على تراث القبيلة المتوارث عن الآباء والأجداد أما رئيس المكتب الوطني للشباب الفلكلوريين فقد قال إن قبيلة الباقيرمي واحدة من عرق القبائل الجادية وتمتلك تراثاً أصيلاً ينبقي الحفاظ عليه وأكد دعم مكتب الشباب للقبيلة الذي شكل حديثاً رياضياً التقى اليوم فريق الجالية الكامرونية والجالية النجيرية المقيمين بالبلاد في مباراة ودية ذلك بمناسبة العيد الوطني لجمهورية الكامرون عباس بكر مصر كرة القدم مصدر لتلاحم بين مختلف الأمم والأجناس بناء على هذا نظم فريق الجالية الكامرونية مع الجالية النجيرية المقيمة في تشاد مباريات ودية لإحياء الذكرى الساجسة والستونة لعيد الوحدة لدولة الكامرون الذي يصادف العشرون من هذا الشهر في كل عام من ناحيتها الجالية الكامرونية في تشاد أكدت بأن إحياء هذا اليوم يعد اعتزازاً لهم ولبلادهم رغم أنهم خارج الوطن ولكن يصبح الشعب الكامروني متمسكاً ومتداخلاً مع شؤوب الأخرى عبر تنظيم المباريات وغيرها من الأنشطة من جهة أخرى يصاهب هذا العيد أنشطة ثقافية للجالية الكامرونية بتشاد عقد الأمين عام للفترالية الشادية لكرة السلة عقد مؤتمر صحفياً تحدث فيه عن اختيار لعبة كرة السلة من قبل الساحل بهدف تدريبهم حول الفنون الحديثة لهذه الكرة عباسة بكر مرة أخرى بغرض تصفية لاعب كرة السلة الشادية من بين 25 لاعباً سيتم اختيار خمس منهم لتدريبهم في المراكز الدولية لرياضة كرة السلة نظراً لمتطلبات المنتخب الوطني الأمريكي لكرة السلة عبر مركز ساحل لكرة السلة يهدفان إلى ترقية كرة السلة على مستوى الدول الإفريقية وقد وقع أولى اختياراتهم لبلادنا تشاد نتيجة لمشاركة المنتخب الوطني لكرة السلة الساوو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية رغم الخسارة كما ناقش المؤتمرون كيفية تطوير هذا القطاع في بلادي توماي يبقى الأمل قائماً على الرغم من الحسارات والإخفاقات إلا أن الفدرالية تظل واقفة إلى جانب المنتخب الوطني لتدريب اللاعب والمدربين الوطنيين كما سيقوم المدرب الفني لساحل لكرة السلة بتدريب 17 مدرباً شادياً حول فنون كرة السلة بهذا الخبر الرياضي مشاهدي الكرام من تهاتي الأخبار ونشكركم على المتعبات اشتركوا في القناة